كثيرة هي الفقرات الخلافية لمكونات كاركوك والتي جلها يختص بهوية المدينة لتعود على أحد مكوناتها فالرغبة بإجراء الانتخابات تصطدم بمواقف القوى السياسية التي تريد أن يكون للمحافظة قانون خاص ينظم عملية الاختراع فيها ويضمن حقوقها ليصبح المرتكز الأهم هو تدقيق سجل الناخبين وأن تكون الانتخابات ضمن الدوائر المتعددة لكي يكون هناك مشروع خاص بأبناء محافظة كاركوك لتحديد هذه الدوائر لكي يكون هناك انعكاس حقيقي وعادل للصوت الكاركوكي في التمثيل في الانتخابات القادمة وأيضا حتى موضوع تدقيق سجلات الناخبين الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني لديهم رؤية جيدة جدا ومحترمة في أن يكون هناك تدقيق لسجلات الناخبين وإبعاد كافة الأصوات غير الحقيقية من سجلات الناخبين وأن تكون سجلات نظيفة تمثل أبناء المحافظة الانتخابات التي يجب أن تمر بعدة جولات تفاوضية لتحسم هذه التداعيات والمشاكل بين الفرقاء السياسين ويكون الحوار التوافقي سيد الموقف لكون التراضي بين الأقطاب الرئيسية سيخلق معادلة متوازنة لمكونات المدينة ولم يتحقق هذا التوازن إلا بالدائرة الوحدة اعتبار محافظة كوركوك دائرة واحدة هو حل الأمثل لضمان حقوق جميع المكونات وقبل تباحث موضوع دوار المتعدين هناك مواضيع عالقة في كوركوك منها سجلات الناخبين وموضوع هيكلية مكتب مفوضية كوركوك وتوزيع المناصب في كوركوك كل هذا يصف في عملية الانتخابة التي ستحدث في الأشهر القاتمة خلاف بين المكونات في كوركوك يكمن بتدقيق البيانات والسجلات المتعلقة بالسكان بما في ذلك سجل الناخبين وتحديد آلية تقاسم المناصب العليا في المحافظة لخلق التوازن السياسي المنشود سعدون السلطان قناة التغيير كوركوك ترجمة نانسي قنقر